بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم من أحكام الصيام الدس الثامن والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم معنا في لقاء يتجدد بحضراتكم ومع هذا البرنامج المبارك بإذن الله عز وجل حيث يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاة فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم فضيلة الشيخ صالح هو شهر رمضان المبارك وقد أزف على الرحيل فلعل لكم كلمة قبل وداعي هذا الشهر الفضيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن المسلمين في ختام هذا الشهر المبارك يأسفون على فراقه ويحزنون لانتهائه لما ألفوه فيه من الخير والسكينة والتلذذ بذكر الله وعبادته فهم يأسفون على فراقه لأنهم تعودوا فيه أنواعا من الخير ولكن المسلم لا ينتهي عمله بانتهاء شهر رمضان وإنما يواصل العمل وإنما شهر رمضان يكون منطلقا له إلى الخير ومعودا له على البر فيستمر على أعماله التي كان يؤديها في شهر رمضان من الاكثار من الدعاء والاكثار من تلاوة القرآن الاكثار من صلاة الليل والاكثار من صيام التطوع فيستمر على هذه الأعمال الجليلة وكذلك يستمر على غض بصره وحفظ سمعه وحفظ لسانه مما حرم الله في جميع الأوقات لأن الله مطلع عليه في كل وقت وحين وتحصى عليه أعماله دقيقها وجليلها في شهر رمضان وفي غيره قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فالواجب على المسلم أن يحفظ دينه ويحفظ نفسه ويحفظ جوارحه وسمعه وبصره عن ما حرم الله وأن يقبل على طاعة الله بأداء فرائضه واجتناب ما نهى الله عنه في رمضان وفي غيره ورمضان يأتي على المسلمين ومنهم من يكون محسنا فيزداد إحسانا ومنهم من يكون مقصرا فيتلافى تقصيره ومنهم من يكون مسيئا فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر ومنهم من يكون مستوجبا لدخول النار فيتوب فيعتقه الله من النار فأوى شهر كله خير كله بر ولكن لا نظن أو يظن بعضنا أن عمل الخير يكون مقصورا على هذا الشهر نعم أثابكم الله أيضا هو فرصة لتجديد التوبة نعم ولا شك أنه يذكر المسلم بربه ويذكره بذنوبه ويذكره بتقصيره ويذكره بمخالفاته فيحدث لها توبة ويجد في الطاعة بعد أن كان متكاسلا فشهر رمضان إنما هو مربي ومنبه للمسلم نعم ولعلنا نستفيد أيضا من حال السلف في الماضي فضيلة الشيخ صالح السلف في الماضي كانوا لا يقتصرون على الاجتهاد في رمضان وإنما كانوا يجتهدون في رمضان وفي غيره ولكن يزيد اجتهادهم في رمضان لشرف هذا الشهر وبركته ولهذا يقول بعضهم أدركت قوما لا يزيد دخول رمضان ولا خروجه من اجتهادهم شيئا وسئل بعضهم عن رجل أو عن قوم يجتهدون في رمضان فإذا انتهى رمضان عادوا إلى التقصير والكسل فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان نعم فضيلة الشيخ تتواصل المواسم الخيرية للمسلمين وذلك لا يقتصر أيضا في شهر رمضان المبارك ولكن هناك مواسم الخير مثل صيام ست من شوال لعل لكم توجيه للمسلمين في المحافظة على هذه السنة نعم شهر رمضان يتبع بالأعمال الجليلة المشروعة يتبع بالتكبير قال تعالى وليتكبروا الله على ما هداكم وذلك في نهاية الشهر وليلة العيد والخروج إلى المصلى فإن المسلم يكبر يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويكرر ذلك ويرفع الرجل بذلك صوته حتى يسمع الآخرين وحتى يكبروا بتكبيره وأما المرأة فإنها تكبر سرا وكذلك يتبع شهر رمضان بصلاة العيد التي هي شعار عظيم من شعائر الإسلام يخرج أهل البلد كلهم إلى الصحراء ويصلون فيصلون وكذلك يتبعوا بصلاة العيد وكذلك يتبع شهر رمضان وكذلك يتبع شهر رمضان بما تفضلتم به ويستحبوا صيام هذه الست من شوال سواء في أول الشهر وهذا أفضل المبادرة أو في وسط الشهر أو في آخره سواء صامها متتابعة أو صامها متفرقة كل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وأتبعه ستا من شوال فيتأكد صيام الست من شوال لقوله صلى الله عليه وسلم من صام ستا من شوال فكأنما صامت دهر وذلك والله أعلم لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان عن عشرة أشهر وستة الأيام عن شهرين شهور السنة اثنى عشر شهرا فهذا والله أعلم معنى قوله فكأنما صامت دهر هل يجوز ست من شوال لقضاء أيام من رمضان لا القضاء قضاء والست القضاء واجب والست هذا مستحب ومن كان عليه قضاء من رمضان فإنه يبدأ بالقضاء فإذا فرع من القضاء يصوم الست قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فهو لا يصوم رمضان فهو لا يصوم رمضان إلا إذا أكمل أيامه ومن كان عليه أيام أفطر فيها فإنه لم يكمل رمضان فلابد أن يصوم الأيام حتى يكمل رمضان فيصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم من صامة رمضان أتبعه ستا من شوال نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ هل صيام ستا من شوال يلزم في كل سنة على الدوام؟ لا يلزم هو مستحب إن شاء فعله وإن شاء تركه ولكن لا ينبغي للإنسان أنه يتركها يصومها بعض السنين ويتركها بعض السنين لأنه بحاجة إلى الفضل والخير حاجة إلى الأجر فالمداومة على صيامها كل سنة أفضل نعم وكما يقال هل أن صيام ستا من شوال أمر لا بد منه ليكتمل أجر سيام رمضان؟ ليس كما قلتم أنه لا بد منه بل هي سنة إن شاء فعلها ومن شاء ومن شاء تركها ولكن إذا أراد زيادة الأجر وتمام الأجر إنه يصومها حتى يكمل له صوم الدهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي صوم السنة نعم أحسنتم وبرك الله فيكم فضيلة الشيخ في ختام هذه الحلقة نسى الله سبحانه وتعالى أن يبارك بيكم ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم أيها الأخوة الكرام كان معكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوة العلمية والإفتاء جزى الله الشيخ خير جزاء وأثابه على هذه الإجابات الموفقة بإذن الله عز وجل على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته